موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية امفند كتهلا بكم في الاقتصادية تمكن مطار اغادير المسجرة من وصوله لعتبة مليوني مسافر للمرة الثانية وذلك على بعد شهرين من نهاية السنة الجارية واستقبل مطار اغادير المسير الدولي خلال العشرة الأشهر الماضية مجموعه مليون وثمانمائة وسبعة وستين ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسين مسافرا أي بنسبة استرجاع بلغت مئة وأحد عشر في المئة مقارنة مع ما سجل خلال الفترة ذاتها من سنة الفين وتسعة عشر وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقم وإصلاح الإدارة والشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات تكنو بارك بسويرة اتفاقية تروم تنفيذ برامج لمواكبة المقاولات النشئة وذلك على هامش تدشين تكنو بارك سويرة هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد إطار وكيفيات تنفيذ برامج المواكبة المخصصة أو المواكبة المخصصة للمقاولات الناشئة وتفويض التدبير الممنوح من قبل الوزارة المعنية للشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات تراجع تسعر النفط اليوم ونزل خام بريند صوبة 80 دولار للبرميل مع ترقبية المستثمرين الاجتماعي مجموعة أوبيك بلاس هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024 هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام بريند 37 سنة إلى 80 دولار للبرميل فاصلة واحد وعشرين بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنة إلى 75 دولار للبرميل فاصلة ثمانية ارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر اليوم مدعوما بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياط الاتحاد انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة هذا وزاد الذهاب في المعاملات الفورية بسفر في المائة فاصلة أربعة إلى 2010 دولار للأوقية فاصلة 87 بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ ستة عشر أو منذ ستة عشر من شهر ماي الماضي كما ارتفعت العقود الأجلة الأمريكية للذهب بسفر بالمائة فاصلة أربعة إلى 2011 دولار فاصلة تسعين نهاية النشر الاقتصادية لليوم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله